إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رسالة طويلة مفصلة كتبها بنفسه وأرسلها إلى المفضل ابن عمر جوابا على أسئلة سألها المفضل ابن عمر فالمفضل كان في الكوفة والإمام أصادق كان في المدينة إنني أقرأ عليكم من بصائر الدرجات والمعروف ببصائر الدرجات الكبرى لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان الرسالة طويلة وتبدأ من صفحة 477 وما بعدها أذهب إلى موطن الحاجة الذي يرتبط بحديثنا في هذه الحلقة في صفحة 479 الإمام الصادق يقول للمفضل ابن عمر في الرسالة التي وجهها إليه بخط يده ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل إنه الحجة ابن الحسن هو رجل هذا هو الدين وأصل الدين هذا هو ديننا وليس ذلك الهراء الذي تعلمناه من غبران وثولان النجف من آيات الشيطان العظمى من أهيام الطوسي وإلى يومنا هذا ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان هذا هو الدين وهو إمام أمته وأهل زمانه فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه هل تريدون نصا أفضح من هذا النص في أن معرفة الإمام هي التوحيد هي التوحيد بعينه معرفة الإمام تساوي التوحيد التوحيد يساوي معرفة الإمام ستتضح لكم الصورة بشكل عجيب غريب إذا ما تم الكلام في خارطتنا العقائدية هذه إذا كنتم تتابعون بدقة لأنني سأضع الحقائق كلها بين أيديكم لا أعبأ بما يقال عني ولا أعبأ بحوزة النجف من أولها إلى آخرها ولا أعبأ بأتباعها في أي مكان كانوا سأضع الحقائق واضحة بين أيديكم وليذهبوا بدينهم إلى الجحيم هم أحرار في دينهم وأنا حر في ديني أعيد عليكم قراءة ما كتب الصادق إلى المفضل والمفضل بالضبط مثل ما كان سلمان وأبو ذر في زمان الأمير والأمير صلوات الله وسلامه عليه سمعتم حديثه معهما ما قرأته عليكم قبل قليل من حديث المعرفة بالنورانية ومر قبله حديث الحسين مع أصحابه أصادق يقول ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه فمن عرفه عرف الله هذا هو التوحيد ومن أنكره أنكر الله ودينه ومن جهله من جهل الإمام جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه أعتقد أن المضامين التي قرأتها عليكم من علل الشرائع وما قاله سيد الشهداء الحسين لأصحابه وما قرأته عليكم من حديث المعرفة بالنورانية أمير المؤمنين يحدث سلمان وأبا ذار وكان الكلام واضحا وصريحا من أن الدين الخالص والتوحيد الخالص لن يتحقق إلا بمعرفة القيمة على الدين وذلك دين القيمة صلوات الله عليها وجاء البيان واضحا جدا فيما كتبه إمامنا الصادق في رسالته إلى المفضل ابن عمر وتلاحظون أن المخاطبين هم خيرة الأصحاب أصحاب الحسين ولا أتحدث عن أصحاب الحسين هنا تحديدا الذين استشهدوا معه في كربلا قطعا هناك البعض منهم كانوا على تواصل دائم مع الحسين صلوات الله ونحن لا نعلم ربما قال هذا الكلام لأصحابه الذين كانوا معه في كربلا لا نملك دليلا على ذلك حديث الحسين مع أصحابه وحديث الأمير مع سلمان وأبي ذر وحديث الصادق مع المفضل ومثل هذا الكلام هناك الكثير قلت لكم في بداية الحلقة إنني سأعرض لكم نماذج سأنقلكم إلى جهة أخرى نذهب إلى الكتاب الكريم هذا هو قرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الآية الخامسة والستون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ماذا يفعلون لهم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إلى آخر الآية الكريمة لضيق الوقت سأذهب إلى موطن الحاجة فقط كما قلت لكم إنها الآية الخامسة والستون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله هذا هو الكافي ماذا قالوا في تأويلها في تأويلها وتفسيرها الجزء الأول من الكاف الشريف وطبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 422 إنه الباب الذي عنوانه باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل ومن جحد الأئمة أو بعضهم ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل الحديث الحادي عشر بسنده بسند الكليني عن جابر الجعفي ويبدو أن الحديث من تفسير جابر رضوان الله تعالى عليه الذي هو تفسير الباقر صلوات الله وسلامه عليه جابر يقول سألت أبا جعفر إنه الباقر صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يتخذون أندادا من دون الله لاحظوا التعبير ماذا قال إمامنا الباقر قال هم والله أولياء فلان وفلان هذه العناوين واضحة إنهم أقطاب السقيفة وإنهم أصحاب الصحيفة الذين كتبوا الصحيفة وطبقوا برنامجها في السقيفة قال هم والله أولياء فلان وفلان اتخذوهم اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما واضح فإن إطلاق هذا العنوان الله جاء مطلقا على الإمام الآية ماذا تقول ومن الناس إني أقرأ عليكم من المصحف الشريف ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الباقر ماذا يقول هم والله أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما ماذا فعل هؤلاء ومن الناس من يتخذ من دون الله فهنا هذا العنوان الله كيف أوله فسره إمامنا الباقر فسره بالإمام قالهم والله أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما أنا أقرأ عليكم من الكافي تعرفون ماذا يعني أن الحديث في الكافي تعرفون ماذا يعني أن جابرا هو الذي يحدثنا عن الباقر وهذا جزء من تفسيره تعرفون ما مدى قيمتي تفسير جابر عند الأئمة المعصومين لا شأن لي بهراء سخفاء النجف الذين يضعفون أحاديث جابر فهل يذهب إلى الجحيم بهرائهم هل تعرفون ماذا يعني أن الحديث في الكافي وهل تعرفون ماذا يعني أن الحديث أخذه الكلين من تفسير جابر هذه القضية بحاجة إلى حلقة أو أكثر كي أبين لكم ماذا يعني أن الحديث قد ورد في الكافي وأن الكلين رواه في الكافي نقلا عن تفسير جابر فالإمام الباقر فسر وأول أول أرجعها إلى معناها الأول ومن الناس من يتخذ من دون الله من دون الإمام أندادا يحبونهم كحب الإمام كحب الله والذين آمنوا أشد حبا للإمام لله هذا هو المعنى فلفظ الجلالة هنا ورد في الآية مكررا بمعنى الإمام ما أنا الذي أقول ولا نقلت لكم من الفخر الرهزي كما يفعل الوائل والخطباء الذين على منهجه بحسب أوامر السيستاني ولا نقلت لكم من تفسير سيد قط كما فعل محمد باقر الصدر والذين على منهجه ولا 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 هذا هو الكافي وهذا تفسير جابر وهذا هو الباقر وهذا قرآنهم وهذا تفسيره فعينما يكون الحديث بهذا المستوى فإن عقيدتنا بهم ستكون ركنا ثالثا من أركان عقيدتنا التوحيدية هذا هو الذي قصدته بالركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية عبق العترة هذا هو عبق علي وأهل علي هذا قرآنهم وهذا حديثهم بحسب مضمون بيعة الغدير ومن الناس إنهم أتباع السقيفة الإمام يقول هم والله أولياء فلان وفلان والإمام يقسم فهل الإمام الباقر بحاجة أن يقسم عند جابر الجعف كي يصدقه إنه لتأكيد المضمون لي ولكم وللأجيال القادمة وللأجيال التي مرت وما تعلمت عقيدتها السليمة بسبب غبران النجف وثولان حوزة الطوس ومن الناس إنهم أتباع السقيفة الذين ركض غبران النجف وراءهم ومن الناس من يتخذ من دون الله من دون الإمام أندادا إنهم فلان وفلان يحبونهم كحب الإمام هذا الحب لا بد أن يكون للإمام اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله ومن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا من دون الإمام أندادا يحبونهم كحب الله كحب الإمام والذين آمنوا أشد حبا لله وهذا المعنى يستمر في الآية نفسها وفي الآيات التي تليها لكنني لست بصدد تتبعي كل التفاصيل إنما هي نماذج كما قلت لكم هذا أنموذج ومثال حيث يؤول الإمام الباقر ما ورد من تعبير بلفظ الجلالة الله يؤوله التأويل هو التفسير الحقيقي الكامل ربما تعودت أذهانكم بحسب ما عودتكم حوزة السفهاء في النجاف وهؤلاء الحمير من الخطباء الذين يصعدون المنابر عودوكم على أن التأويل يكون معنى ضعيفا التأويل هو المعنى الأقوى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هؤلاء يستهزئون بالله حينما يقولون لكم من أن التأويل هو معنى ثانوي يقولون من أن الله يجعل فهما ثانويا علما خاصا به ويبين هذا في القرآن وكأنه شيء عظيم سيكون الله سفيها هنا لأنه يعظم شيئا ليست له من قيمة بينما سبحانه وتعالى يعظم تأويل القرآن لأن تأويل القرآن هو حقيقة القرآن وما هو بمعنى ثانوي كما يعلمكم هؤلاء الحمير الذين يصعدون على منابر الحسين هؤلاء الحمير والبغال الذين تبعث بهم مرجعية السيستاني وغير مرجعية السيستاني التأويل هو حقيقة القرآن فإن الإمام الباقر هنا حين يؤول اللفظ المقدس الله بالإمام هذه حقيقة الآية حقيقة الآية هي هذه فهذا إطلاق قرآني لا تعبأ بما سيقوله النواصب من أتباع السقيفة لا تعبأ بهم يريدون أن يقولوا فليقولوا ما يريدون أن يقولوا مثل ما يسخرون منا نسخر من دينهم وأكثر لماذا يسخرون من ديننا نحن نسخر من دينهم أيضا ولا تعبأ بأصحاب العمائم العباسية من أتباع حوزة النجا هذا قرآن محمد وآل محمد وهذا حديث محمد وآل محمد أقرأ عليكم من القرآن ومن أهم كتبنا من أهم مصادرنا إنه الكافي وهو ينقل لنا عن أهم تفاسيرنا إنه تفسير جابر الذي هو تفسير الباقر صلوات الله عليه من سورة البقرة أذهب بكم إلى سورة الكهف إلى الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من سورة الكهف هنالك الولاية لله الحق هذه الآية الرابعة والأربعون بعد البسملة من سورة الكهف هنالك الولاية لله الحق هنالك في عاقبة في عاقبة كل الأمور في عاقبة الدنيا وفي خاتمة كل عمل من أعمالنا أليس الأعمال والأمور بخواتيمها أليس حالنا بعاقبتنا في آخر لحظة نعيشها في هذه الدنيا قيمتنا بقيمة عاقبتنا قيمة أعمالنا بقيمة خواتيمها وحقيقة ما في هذه الدنيا فيما يختفي وراء زخارفها وزبارجها هناك الله هناك ولايته إنها ولاية محمد وآل محمد من والاكم فقد والى الله هناك الولاية لله الحق هو خير ثواب الله هو خير ثواب لأن الولاية لفظ مؤنث هناك الولاية لله الحق هو خير ثواب الله وخير عقب ماذا ماذا يقول آل محمد وأيضا أقرأ عليكم من الكاف الشريف من نفس النسخة من الجزء الأول صفحة 479 من الباب الذي عنوانه باب فيه نكة ونتف من التنزيل في الولاية إنه الحديث الثاني والخمسون بسنده بسند الكليني عن عبد الرحمن بن كثير قال سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه سألت أبا عبد الله عن قول الله تعالى هناك الولاية لله الحق الآية واضحة تتحدث عن ولاية الله هناك الولاية لله الحق وتستمر الآية هو خير ثواب هو الله وخير عقب ماذا أجاب الصادق صلوات الله عليه قال ولاية أمير المؤمنين ولاية الله ولاية أمير المؤمنين فاللفظ المقدس الله هنا أوله بالمعنى الحقيقي مثل ما قلت لكم هذا اللفظ الله يطلق على الذات الأولى بحسبها ويطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها ومر علينا الحديث في الحلقة الماضية والذي قرأته عليكم من الجزء الأول هذا نفسه الكلمة الكلمة التامة والأسماء الثلاثة الظاهرة وأولها الله والإسم الثاني الرحمن والإسم الثالث الرحيم ومنها أشرقت الأسماء الحسنى الفاعلة التي صدرت عنها الأفاعل مر علينا هذا الكلام الله في ثقافة العترة تطلق على الذات الأولى بحسبها وتطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها فمعنى الله الذي يطلق على الحقيقة المحمدية يطلق على مخلوق وليس على الخالق الأول الحقيقة المحمدية مخلوقة وخالقة لكنها خالق مخلوق تستغربون من هذا القرآن حدثنا عن عيسى من أنه خالق ومخلوق وهذا مثال تقريبي وإلا فإن الحديث عن الحقيقة المحمدية لا شأن له بالحديث عن عيسى وخالقية عيسى ذلك أمر آخر لكن للتنبيه فقط كي تستطيع أن تدفع وساوس الشيطان عن أذانكم فهذا العنوان هذا اللفظ هذا الإسم يطلق على الذات الأولى بحسبها كان الله ولم يكن معه شيء ويطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها هي مخلوقة تساوي صفرا من دونه سبحانه وتعالى لأنها لم تكن موجودة فهي تساوي صفرا فيطلق هذا العنوان عليها بحسبها لا فرق بينك وبينها إلا إلا إنها في مقام العبودية المطلق وفي مقام الافتقار المطلق فهي فهي في مقام العبودية وفي مقام الحاجة والافتقار له سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها وهو الذي خلقها وهو الذي منحها جمالها وجلالها وعظمتها وكمالها ونورها فجاءت كلمة تامة حينما تجلى فيها وكذلك يطلق هذا العنوان على الإمام المعصوم بحسبه لأنه هو وجه الله إذا أردنا أن نتحدث عن أنه وجه مباشر فهو وجه مباشر للحقيقة المحمدية وهو وجه غير مباشر للذات الأولى لأن الوجه المباشر للذات الأولى الحقيقة المحمدية بنفسها ومحمد وآل محمد هم مجالي هم أسماء تجلت وظهرت من الحقيقة المحمدية العظمى ففي الروايات وتحديدا في الأحاديث التفسيرية التي ينكرها غبران حوزة النجاف مما أوقعهم في الضلال والأغبى منهم الغلات الذين أخذوا هذه الأحاديث وتعاملوا معها بشكل استحماري في الحقيقة لا أعرف حميرا كالمجموعة الخطابية أتحدث عن المجموعة الخطابية المعاصرة لا أعرف حميرا كهؤلاء لا أعتقد أن حميرا وإنهم لحمير أنجاس الحمار يجل عن ذكرهم بجهل ونجاسة ووضاعة وسفالة يأخذون أمثال هذه الأحاديث ويفهمونها بشكل بعيد عن المجرى الذي جاءت فيه وهذا الأمر إن كان موجودا في زماننا كان موجودا في زمان الأئمة أيضا فالخطابية الأنجاس في زماننا هم هم الخطابية الأنجاس في زمان إمامنا الصادق وما بعد زمان إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فالمجموعات الباطنة النجسة من أمثال الخطابية بسبب استحمارهم وبسبب جهلهم وقلة عقلهم بل إن عدامه يفهمون أمثال هذه النصوص مثلما فهم أتباع النصيرية ما فهموا ثم أضافوا إليها من الأكاذيب والإفتراءات على محمد وآل محمد والأمر هو هو في الخطابية المعاصرة وفي الخطابية التاريخية التي انقرضت الأمر هو جهل استحمار قلة عقل وينصبون أئمة لا أقول حافروا الحمار أفضل منهم لا أستطيع أن أقارن بين روث الحمار وبين عقول أولئك الأئمة الذين نصبوهم أتحدث عن الخطابية الأنجاس إن كانوا في زماننا أو كانوا في الأزمنة الماضية لذا مراراً كررت من أنه يجب علينا أن نحافظ على تعدد الحيثيات وأن نحفظ لكل حيثية جهتها وأن نحافظ على المقامات وأن نحفظ لكل مقام خصوصيته هناك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقبة الرواية في الكاف الشريف عبد الرحمن ابن كثير يسأل الإمام الصادق عن قول الله تعالى هناك الولاية لله الحق من مرات قال ولاية أمير المؤمنين فهذا العنوان الله الحق هو علي وأمير المؤمنين ولكن بحسب البيانات التي وضعتها بين أيديكم وسيأتينا الحديث تباعاً فهذا المصطلح يطلق على الله بحسبه الذي هو الخالق الحقيقي الذي خلق الحقيقة المحمدية بنحو مباشر والتعبير بنحو مباشر تعبير قاصر لكنني ماذا سأصنع للغة فإن الله لم يباشر الأمر بذاته وإنما خلق الحقيقة المحمدية بنفسها خلق المشيئة بنفسها وهو الخالق أيضاً لما خلقته الحقيقة المحمدية ولكن ليس بنحو مباشر لأنه هو الذي خلق السبب خلق السبب الأعظم الحقيقة المحمدية السبب الأعظم الذي صدرت منه أسباب بسبب وأسباب من دون سبب هناك الولاية لله الحق فماذا قال الصادق ما المراد من ولاية الله الحق ولاية أمير المؤمنين القضية واضحة وصريحة جداً نذهب إلى فاصل موسيقى